بسم الله الرحمن الرحيم هناخد مع بعض دلوقتي حرف الساق حرف الساق الساق قبل ما اتكلم خلص هنقوله لن حرف الساق حرف الساق هوت ده اسم حرف 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 لساوي لساوي يعني ايه حرف لساوي يعني حرف الساق حرف الساق فاسناء نطقه بنكون اطراف لسانا برا بين شافافنا وبعدها كده ساق 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 فبيكون لسانا خارج لبرا اطراف لسانا خارج لبرا شوية طيب حرف الساق بس اللي لا سوا يمس ابتسام لقى عندنا هم حتلت حروف اللغة العربية حرف الزال بحرف الزاء بحرف الساق التلت حروف دولة يا شباب حروف لساوية التلت حروف دولة حروف لساوية بننطلع اطراف لسانا بين شافافنا وبعضها كده ايه واحنا بننطقه ساق ساق زاق زاق زال زال طيب ندخل بقى على شرح حرف الساق حرف الساق يا يا شباب اهوت حرف ده اسمه ايه اسمه ساق 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 طب الاتجاهات الصحيحة بتاعته الاقبى النقطة بقى جاية تكتب الحرف الساق وكتبهول كده الشكل الخارجي ماشي هو صح بس الطريقة الكده بتحتك غلط لا ما بينكدبش كده من فوق لتحت ونقف على السطر من اليمين للشمال ونطلع فوقتان ساق طيب الطفل مش متقبل الطريقة دي فيه ممكن تحفظينه طريقة الكتاب على طريقة اغنية سنة حلوة وقفا ع السطر مستنية القطر توت توت مشت ع السطر وقامت نطف لها نقطة ونقطة ونقطة بقى يسميها ايه بقى يسميها ساق 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 ده حرف الايه يا ولاد حرف الساق طريقة بتعرف نها ايه طب حرف الساق بيجي بطريقتين الساقهيت وساقهيت مقصوصة وسليم طيب فيه بعض الناس بيقولوا ان الساق او الحروف في اللغة العربية لها ثلاث اشكال هي فعلا الحروف في اللغة العربية يا شباب لها ثلاث اشكال بس ده كان في المنهج القديم اما احنا دلوقتي في المنهج الجديد الحرف ليه شكلين اتنين بس مقصوص وسليم كنا الاول بنقول ايه الساقهي في اول الكلمة في وسط الكلمة لها جناحين وفي اخر الكلمة اهيه اسفة اسفة اهيه واهيه كنا الاول بنقول كده في الشرح ان الساق في اول الكلمة هو مقصوصة وسط الكلمة هي تلها جناحين وفي اخر الكلمة بالطريقة دي او دي الشرح ده بتاع المنهج الهجي الجديد بيقولك ان الساق ليه شكلين اهيط والساق التانية طيب الساق دي هي اللي كنا بنقولها هنا اما الساق دي هو قالك ان الجناح ده خاص بالحرف اللي قبلها يبقى دي حرف الساق يبقى هي هنا بنفس الشكل ده مقصوصة طيب الساق هنا الجناح ده قلنا خاص بالحرف اللي قبلها يبقى هي هنا ايه بنفس الشكل ده اللي هو ده يبقى دي هي فعلا كده محصورة في شكلين طيب نيجي مع بعض بقى للشرح بتاعنا حرف الساق مقصوصة هو وسليم طيب هنوضحه ازاي اما اقولك صع لاب صع لابو حرف السق هنا اي مقصوص حرف السق هنا اي يا ولاد مقصوص مقصوص لانه في اول الكلمة طيب لما اجا اقولك سلج سلج برضو حرف السق هنا اي مقصوص مقصوص طيب لما اجا اقولك مسلس حرف السق في اخر الكلمة هنا اي يا ولاد سليم وفاسط الكلمة هنا اي مقصوص خلص ده حرف السق حرف السق طيب هندخل بعد كده على الحروف القصيرة ليه الحركات القصيرة اسفل الحركات القصيرة حرف السق الحركات القصيرة طريقة كتابة حرف السق يا شباب هي نفسه طريقة كتابة حرف الباء وحرف التاء وحرف السق بتختلف هي النقطة الباء تحتها نقطة التاء معها نقطتين فوق والسق معها ثلاث نقطة فوق برضو الحركات القصيرة والحرف السا عندنا السا المفتوحة سا 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 زي كلمة ايه؟ زي كلمة سلج زي كلمة ايه؟ لا زي كلمة سلجو طيب السا المكسورة سي 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 زي كلمة زي كلمة السمار سمار سمار هنا السا في اول الكلامة مأسوسة في اول الكلامة هنا ايه؟ مأسوسة طب السا المضمومة زي ايه؟ زي ايه ولا زي سعبان سعبان سا هنا مأسوسة يا حبيبي برضو طب السا الساكنة زي ما وضحنا قبل كده اسمها ايه؟ اسمها سا سا ساكنة ما اسمهاش اس لا سا الساكنة عشان تتنطع اللي بده قدامها من حرف المتحرك واتفق انا مع بعض اقول لك ايه؟ كده اسمها ايه؟ اس 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 مقطع واحدة زي اللقم كده لس لس دال والس دس 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 يبقى الحرفين بيندمجوا مع بعض في النطق بطلعوا صوت واحد بطلعوا يا ولاد صوت واحد هو ده بس اللي في الساكنة الساكنة ما فياش حاجة تانية غير كده طيب هنرجع برضو لكتاب المدرسة زي ما تعبدنا مع بعض كده بالمدرسة ايه هنا وحرف الساة هو دليش شكلين زي ما انا قلتلك مالهوش اربع اشكال ولا تلات اشكال شكلين اتنين بس سليمة هنا ومقصوصة هنا الاتجاهات الصحيحة لها من فوق لتحت من اليمين للشمال ونطلع فوق تاني ولها تلات نوء ده الاتجاهات الصحيحة بتاعة الحرفة هنا ضع وجها نداحكا تحت الصورة التي يبقى حرف الساة المفروض الساعة بنحطه تحت منه وش بيتحك طيب اسنان فاسة ايوه يبقى تحت وش بيتحك ثعبان فاسة يبقى تحت وش بيتحك سلج فاسة ايو تحت وش بيتحك طبعي ما فاسة يبقى مش هنعمل تحتها اي حاج انطق ممكن نعمل تحت وش اللي هو الاطفال بتعمله كده انطق وصل صوت الحرف الساة بالصورة المناسبة له اصوات الحرف اللي هي اللي هي مقصود بالنشط ده تدريب على الاصوات القصيرة سا 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 سلج سا سلج سا هنا هتتوصل بالسلج سو 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 سربان سو سربان سي سي سمار سمار سا سا هنا في اس اس اسنان هنا استمع وارسم دائرة مكان صوت حرف السا هنشوف النشاط ده يا شباب المقصود منه ان انت تعرف ان الحرف رقم كام طيب سلج رقم واحدة سلجو هو رقم واحد هنا يبقى هنعمل ده يا رفقان ومربع في المربع رقم واحد اس ن ا ا ا س اس رقم كام رقم اتنين ده يا رفق المربع رقم ده سعبان رقم واحد طبعا قلت لكم مع بعض النشاط ده في الكتاب ومعنا في كل الحروف ده عبارة عن قصة انا بكتبها على الصبورة للطفلة وبنكررها سا ومنع الصبورة وبنحدد من خلالها اشكال الحرف اللي قدامنا احنا معنا حرقة السا نهاردة انا مش بكرر الكصة اختصارا للوقت السا هنا في اول الكلمة هنا في وسط الكلمة مقصوصة هنا ومقصوصة هنا هنا برضو في اول الكلمة مقصوصة في وسط الكلمة مقصوصة في اخر الكلمة سليمة وفي وسط الكلمة هنا هي مقصوصة النشاط ده عشان الطفل يكتب الحرف بالاتجاهات الصحيحة ويتدرب ايده على الكتاب انظروا للصورة واكتب حرف السا مع الضبط بالشكل السا هي السا ثوب ثوب يبقى السا هنا هيبقى على ايه فتحة سا ثوب ثوب ثو ثوب ثعبان السا على ضم سمار بتحتها قصر إسنا السا هنا على ايه على هسكون النشاط اللي قدامك ده ان انت عطيك اكتر من حرفه وعادتك تكون من الحروف دي الكلمات قدامنا صورة السلج هتبقى السا لاج السا واللام والجيم هتسوي السا ولام وجيم هتسوي السلج هنا الساوب سا والوا والبا هتسوي ايه هتسوي الساوب هنا الساعلب ساعي لب ساع لابو هتسوي ساعلب ماشي يا ولاد اكتب ما يمنع عليك المفروض ان انا بقوم للطالب النشاط ايوة ده النشاط صبعا ده المفروض ان انا همقوم هنا امال للطالب ببعض الكلمات اللي بتبدأ بحرف السا او كلمات مختلفة وكده نكونوا خلصنا الشرحة بحل كتاب المدرسة برضو معنا بعد الشرحة واتمنى فعلا تكونوا فعلا بجدد تستفادوا اشتركوا في القناة